حالة حرج ألمت بدوائر صنع القرار في تل أبيب في عقاب كشف حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن التوصل إلى اتفاق تهديئة مع المقاومة الفلسطينية في القطاع أنهى جولة التصعيد التي بلغت ثروتها أول أمس الثلاثة ما جعل القيادات الصهيونية تزعم أن تل أبيب التزمت فقط باحترام معادلة الهدوء مقابل الهدوء ولم تكن شريكاً في اتفاق تهديئة جديد ويعود الحرج الصهيوني بشكل خاص إلى إدراك صنع القرار في تل أبيب أن اتفاق التهديئة الجديد نسف عملياً الأسس التي ضبطت قواعد الاشتباك مع المقاومة منذ انتهاء حرب 2014 حيث تمكنت تل أبيب أقتها من فرض معادلة ردع واضحة المعالم تقوم على تكريس ما تصفه بحقها في ضرب أهداف المقاومة بشكل غير متناسب رداً مع أي عمل عسكري ينطلق من خطاع غزة بغض النظر عن تأثيراته وكان أهم ما حققته تل أبيب أنها أطفت شرعية على أقدامها على جباية الثمن وتحديداً من حركة حمس رداً على أي عمل عسكري تقوم به المجموعات والحركات الفلسطينية الأخرى بزعم أن الحركة تمثل العنوان السلطوية في القطاع وبالتالي تتحمل هي المسئولية عما يجري هناك وكل ما ينطلق من هناك أوجدت تل أبيب من خلال التشبث بما تصفه بحقها في استهداف حماس مسوغاً لتنفيذ استراتيجية المواجهة بين الحروب الهادفة إلى قضم قدرات الحركة العسكرية من أجل إضعافها وتحسين مكانة تل أبيب في أي مواجهة مستقبلية معها من هنا فإن قبول تل أبيب باتفاق التهدئات جديد ولو ضمنياً بدليل هدوء الوضع وتوقف القصف أمس الأربعاء بعد أن أوضحت حركتها حماس والجهاد الإسلامي القوتان العسكريتان الأساسيتان في القطاع أنه من الآن فصاعداً أي عدوان صهيونياً على القطاع سيرد عليه بالمثل يعني تسليماً صهيونياً بالواقع الجديد ونجاحاً فلسطينياً بفرض قواعد اشتباك جديدة مع الاحتلال ترجمة نانسي قنقر